بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة العالمين جريمة الزنا التي انتشرت في المجتمعات الإسلامية بشكل فاحش الزنا له سببان رئيسيان الأول ضعف الوازع الديني والتنشاء الدينية الغير صحيحة الأب الأم من نشاء الأولاد تنشاء غير صحيحة لا يربى الأولاد على الدين يعني يحضرني هنا رجل وامرأة كانوا يسافرون ويتركون الأولاد في البيت لجلب المال وكانوا أصحاب مركز فنشأ الولد والبنت ينووا جميعا في المفراش نشأت علاقة غير شرعية بين الأخ وأخته وانا قرأت هذه القصة بنفسي والبنت كانت مضمنة لعلاقة مع أخيها كانت بنت في الجامعة والولد في السنوية لا حول القوة الله بالله لأن لا يوجد تنشئ التعليم للحلال والحرام وتنشئ الدينية وتنشئ على القرآن وعلى الصلاة فالدعف الوزع الديني رقم واحد السبب الثاني وهذا السبب الأكبر الاختلاط بين الرجال والنساء لذلك يحضرني هنا حديث عظيم سيدنا علي بن أبي طالب يسأل سيدة فاطمة رضي الله عنه يقول لها ما هو أفضل شيء لنساء فترد عليه رد غريبا تقول له ألا يراينا الرجال ألا يراينا يراينا الرجال فتعجب سيدنا علي بن أبي طالب فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قال سألت فاطمة فقالت له كذا فقال له فاطمة بضعة مني أي قطعة مني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أقر لما قالت فاطمة أقر هذا يعني له حتة مني يعني الليته ده مزبوط فلذلك ربنا قال صلى الله عليه وسلم في صوت الأحزاب وقرنا في بيوت كنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى واقبنا الصلاة وآتينا الزكاة لأنه الصلاة والصلاة الزكاة التي تنهى كان الزكاة هذه جامعة بالتربيه على الدين وسألها وستربة أن يصى الى منهم عامو سبع سنين وتعلم الدين وتعلم تلكتكة فنتشأت تنشأة دينية مصبوطة وبعد ذلك حرق يعني مونيه من الاختلاط لذلك أقرأ كمور العلماء لقد لقى ناجنة فتوى حرمت خروج المرأة اللي عمل لا يجوز خروج المرأة اللي عمل لأن هذا هو أكبر سبب الاختلاط وأكبر سبب الاختلاط موجودة الان في المجتمع. طيب ايه هي عقوبة الزنا في الدنيا قبل الاخيرة. فياريت اللي يسمعني دلوقتي بيمارس الزنا على عزو بالله في السر. او اللي يعرف واحد بيمارس هذا يسل لهذا الفيديو. الزنا لوحه عقوبات كثيرة جدا في الدنيا قبل الاخيرة. اول حاجة في الدنيا. الزنا يورس الفقر. كان الحديث فيه بعض الضعف. لكن هناك اصلا صحيح. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ انه كان شيخا مستددن على الكعبة. فقال اياكم والزنة فانه يورس الفقر. وجاء في المناوي في فايدر القدير. ايضا بسنة صحيح. الزنة يورس الفقر. فالفقر قال العلماء نوعان. يتمحق بركة المال. يبقى انسان معه فلوس. بس مش حاسب لازلت المال. بلقته منحقة. يجيله امراض ويجيله مشاكل. ويحس انه معه فلوس ومعه فلوس. او انه فعلا يصب الفقر. يحبه شوية عاقبه فيضيع له المال كله. دي العقوبة الاولى في الدنيا. العقوبة التانية التعاسة. لا تجد انسان يبينيس الزنة بانتظام. الا تلاقيه مليان تعاسة. قلبه مليان مع تعاسة. لذلك اكبر نسبة انتحار في الدول الاوروبية في السويد. بين الشباب اللي عنده 15 سنة 16 سنة 17 سنة. عنده امكانيات. وشقة مستقلة وعربية. ويبينيس في الشقة. ويبينيس كل ما هو. كله عايزه متاح له. ويجد تجد وهنتحر. اكبر نسبة انتحار. بينهم. ليه? بسبب ان هو. لان اصلا الزنة يعني يناقض ويخالف فطرة الانسان السليمة. يعني فطرة الانسان نفسها. تخالف التي فطرة ده سبحانه وتعالى عليها الناس. ترفض الزنة. لكن الشهوة اللي بتدفع الناس اللقوع في الزنة. مع نفس الامارة بالسوق والشيطان. ووعد كلا انسان يشعر بالندم. لذلك الحاجة التعاسة تجد انسان اللي بيمارس الزنة تعيز جدا جدا. مهما تحس شعر بتعاسة وبقاش عارف ايه السبب. قلبه ملايين تعاسة. حاجة التانية الشعور. الحاجة التانية اللي احنا قلنا عليها دلوقتي ان هو. هل قلنا انه يرمس الفقر. يرمس ستة عاسة. الانسان يبقى عنده حزن جديد جدا. مش عارف السبب ايه. الحاجة التالتة. يرمس سواد الوجه. وظلمة الوجه. فدجة الانسان ده مكروه. لا يراه احد الا ويكرهه. واللي عوز بالله. الحقوبة الرابعة. يقص لبينه الايمان. المارس الزنة بالاتزام. لو صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا يزن الزاني. وهو لا يزن الزاني. لا يزن الزاني وهو مؤمن. آآ ولكن يرفع منه الايمان يكون كالزلة. فاذا تاب عاد اله الايمان. فاللي يمارس الزنة بانتظام خلاص بيبتعد عنه الايمان ويكون قريبا جدا من الكفر. وقالوا علماء بقى انه لاس يستحل كل شيء. يكون خائن وغادر وواواوا وليس عنده مرؤة ولاس عنده يعني تقع منه كل الفوحش. اذا ادمن الزنة تقع منه كل الفوحش. آآ المقوبة البعد كده. والعوذ بالله. آآ يصاب بالغباء القلبي. يقول قلبه مزلم. فلا يستطيع ان يميز بان الحق والباطل. يكون كالحيوان. لان اصاصا قال. الزنة آآ آآ النازرة سهمهم من سهم ابليس. فقالوا علماء السهم يخرج من العين. ده يتكلم عن نازرة الحرنة منها مقدمات الزنة. مش يتكلم عن الزنة بالفرج. فيرجع. فيرجع هذا السهم بعد ما يعني يخرج من العين. ثم يرجع الى آآ الانسان فيطعانه في قلبه او يطعانه في فرجه. لذلك اللي يزين يعني يشاهدون المحرمات وغواوا ليصاب بآآ ضعف الجنسي. وليصاب يعني يصيب عنده نوع من البلاهة. لا استطيع ان يفرق. يفرق بين الحق والباطل. لذلك كما نرى الان كثير جدا من الناس تجد لا استطيع ان يفرق بين الحق والباطل. يرى الخطأ الخطأ صحيحا. لذلك الموازين اتقلبت. ليه? لان معظم الناس والعزو بالله الا من رحمة ربي بيقع في الزنة. يعني درجات مختلفة اما في زنة العين او زنة اللمس يطعق بالتحرش او او حتى يصل به الى زنة الفرج عند كثير من الشباب. فتجد كثير من الناس يناصر الحق الباطل لا استطيع ان يميز الحق يعني يعني يستطيع ان يفرق بين الحق الباطل لان اه خلاص القلب اصيب اصيب بعمى قلبي عمى ضعف في البصيرة. فالقلب لا استطيع ان يفرق بين الحق والباطل. بسبب ازاله? اه الوقوبة اللي بعد كده بالنسبة للزيانة الاصابة بالامراض في الدنيا. لذلك درجات البيتين وخمسين الف واحد في امريكا كل عام بيصابوا بمرض اسمه مرض اه الهيربس. مرض مرض قتير جدا من مرد معد يصبح حكة وهرشة وتورن في الجهاز التنسولي. طبعا ده فيه ابراد اخطى من كده زي الزهري. في الزهري ده بيبقى مرض قاتل يعني بيوصل في المحارة الثانية او الثالثة والانسان بيبقى خلاص منتهي ميت. ده طبعا الاز. ده من نسبة للعقوبة في الدنيا. يعني انسان يبقى تعيس. انسان يتنسحك برقة المال. يصاب بالفقر. يصاب بظلمة الوجه. ويبقى مكروه بين الناس. ويصاب بالامراض وضعف الصحة. يبقى صحيته ضعيفة. وحاس دايما انه تعبان وتائب. المعقوبة اللي بعد كده في الحالة البرزخية. رصاصة امرأة رؤية. فاذا يعني رأى رجال ونساء عراء. تحتهم مثل الطنور. في الطنور. في ينزلون على هذا في اذا ازا 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 نزلوا. كانت هناك اسفل منهم نار. تحرقهم. فاذا نزلوا عليها ضوضووا. كما جاء في الحديث. يصرخوا. يعني جاء زهب الرسول والسلام قال في اذا ما كان فيه لغط. في اذا ما كان مثل الطنور وفوقه نساء ورجال عراء. فقول يا عزوا من الله. ينزلون العقوبة من جزء من جزء العمل. هو كان يتعرى في الدنيا ويتمتع بعض الجزء العالي. هو المرأة دي. فيضع معها ويضع فوق فرن. كما يحترق. يحترق. ده عزب مستمر في الحال برزخية قبل دخول النار والعزب لله في يوم الجامل. العقوبة في الاخرة. لا ينزل الله سبحانه وتعالى ليه ولا يوزكيه ولا عزب والقليم. لذلك الرسول والسلام قال في الحديث ثلاثة لا نزل الله إليهم ولا يوزكيه ولا عزب والقليم. ملك يكذب ملك يكذب على ريعته وما أكثر من الكذبين الآن. او شيخ زان او عائل مستجبر. شيخ زان. وكلمة شيخ في اللغة كثير من العلماء اللغة قالوا اللي بتخطى الثلاثين يبقى بالنسبة للزينة او بالنسبة لتعجب شيخ. يعني يعني جاء في القصة وانقارت ذلك لابن كسير. الرسول والسلام ما ذهب يخطب سيستانة وام سالمة قالت لغة انا امرأة كبيرة. فرصاصا قال له انا مثلك. قال اصابني ما اصابك. عندها كم سنة كان عندها اثنين وتراثين سنة. قالت لغة كبيرة. وما قال لاش لا انت لسه في عيس شبابك. لذلك علماء قالوا. لان الانسان بيبقادر على على النكاح وعلى الانجاب وعنده شهوة في سنة الاربعتاشر سنة. كثير من الناس او في تلتاشر بعض بدا. بعض الناس في سن التلتاشر بيبلغ يعني كان فيها شاب وفتاة في امريكا عملوا علاقة غير مشروعة. الولد كان عنده تلتاشر سنة والبنت كان عنده خمسطاشر سنة انجبه. وهو عنده تلتاشر سنة وعنده خمسطاشر سنة. فقبل موصلة سنة التلتين كل الشهوة هادئة ونزل وحبطت كتير جدا عن. فالغلمة والشهوة بتكون في سن دقاء من خمسطاشر بالكتير لتمنتاشر او عشرين. بعد كانت الشهوة بتهدأ كثيرا يعني. فما فيش بعده التلتين حجة. خصوصا لو كانوا تزوج. ده اعتبر فور في اللغة شيخ. شيخ زان. فلا ينظر الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم يوم القيامة. وجاء هنوكا في الاسر ايضا العذابات اليوم القيامة. المرأة التي جانا يزدوا بها توضع في تابوت وتحبس في جهنم والعزو بالله في تابوت من نار في داخل النار. كما قال الله سبحانه وتعالى. في عمد موددة. عمد الموددة قام بعمل توابيت من نار. يضع فيها. فتضع المرأة الزانية في التابوت من نار وتغفل عليها. ويخرج من فرجها قيح وصديد. والعزو بالله له رائحة سيئة جدا جدا جدا. يكبر هذا الرجل الزاني على الشرب منها. زي ما كنت تتمتع بهذا الفرج في الحرام في الدنيا الجزاء من جلس العمل. دائما في الشارع الجزاء من جلس العمل يكبر على انه يشرب من فرج هذه المرأة الزانية التي كان يزن بها هذا القياح يعذب به. كما كان يعني الذين يعبدون الأصنام يعذبون بالأصنام بالحجارة في النار. ربما يعذب بالسلم نفسه اللي كان بيعبود ويحرق به عشان يزداد حصرة. فبارد الرجل يعذب مع المرأة يخشي. كل مؤذي في النار كما جاء في الحديث عن الله الصلاة والسلام. فجزاء من جلس العمل. زي ما كنت تتمتع بها في الحرام. دي بعض العقوبات في الدنيا. فلذلك اللي بيمارس الزاني الآن تقل الله سبحانه وتعالى. لأن سنتقم الله مينك في الدنيا قبل الأخيرة شر انتقام. سنتقم الله مينك في الدنيا شر انتقام قبل الآخرة. لقد قلت انشوروا في طريقي كل عشان لو لو تعرف واحد يمارس هذي ترسل له هذا الفيديو. لكي يتبعز ترسلوا له الجرس. وأشترك في القولة. أقولوا قولي هذه استغفر الله يعلم.